النجم الكبير اللي صعد بيه بالنادي الاهلي الى الدور قبل النهائي لمواجهة وفاق السطيف ويقترب بإذن الرحمن من البطولة التالت اللي هارضة قبل ما خش في مسماني حذر مين من نجوم الكورة كابتن سيد عبد حفيز رد على كابتن نوع الجمعة كابتن نوع الجمعة عمل توضيح وفرم بيتسو مسماني برضو وهجيل كلامه دلوقت لكن سيد عبد حفيز قال كرة القدم لا يفترض ان تشهد القلق حاليا عناصر اللعبة كلها متوفرة قاعدة الهدف الخارجي تم الغاءه في اوروبا ولا يزال هناك بعض الاشياء تنقصنا في قارة افريق وقال عشان نصبح ابطال علينا ان نحصوا على الاشادة يجب ان نتعرض لمواقف ونحصوا على الاشادة يجب ان نتعرض لمواقف صعبة من هنا بتبنى الشخصية شخصية لعب النادي الاهلي وفرقة النادي الاهلي وقال هناك وجه اخر لقرة القدم وهذا الوجه كان ضدنا في مباراة الزهاب امام الرجاء في القاهرة كان يمكن نرفس بالنتيجة اكبر طريحنا في القياب ضيعته فرص بالجملة ضيعته فرص كنت قدر تطلع كسبان اربعة وخمس وتستغل النقص العادل اللي عنده فعشان كده كابتساعد بيقوله جزئة دي وقال حوالين موضوع كابتل وقاعدة الجمعة قال كل شخص يملك الحرية المطلقة في رؤية المباراة كما يريد وفقا لخبراته ومكانته انا اراها من زاوية اخرى كشخص يعمل مع الفريق ودايما اليده في النار مش زال اليده في المياه زال كابتن وق واوضح ان في اخر 6 او 7 دقايق من الطبيع للغاية ان تتواجد الكسيم من القرات الطائشة والمشتتة حتى اتى ايمن اشرف بدلة من حزين الشعاد لازم تبق انت بتكسف المسألة دي وهالفريق الرجاء سيزيد من قراته الطولية للامام وبالتالي اراد المسلمين ان يحصل على افضلية الزيادة العددية في هذه المنطقة لتديئ المساحات على لعبي الرجاء وطبعا واق الجمعة يعني النهاردة عمل توضيح فرم برضو كلام تاني عاوز اقول ده رد السادة الحظيظ لكن انا عاوز ارد على الكابتن واق الجمعة لازم اكني لها كل التقدير وكل الاحترام كواحد من نجوم النادي الاهلي وواحد من نجوم منتخب مصر قال توضيح لتصريحات مباراة الاهلي الاخير عاوز افكره بجملة لسيدنا الامام علي رضي الله عنه وارضاه وكل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيدنا علي قال ايه قال ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال انا اوانه وليس كل ما انا اوانه حضر اهل هيا ابن سكانة في الجملة بتاعت ليس ايه كل ما انا اوانه حضر اهله والاوان امتى الاوان انت النهاردة اخترت اوان غلط وليس كل ما يقال انا اوانه انت اخترت اوان تأكل الفريق على فرقة كبيرة وفرقة الرجاء المغربي على ملعبه وفصة بين الف متفرج وفي اجواء قبل المباراة كانت تنم عن انفلات مش تنم كان فيها انفلات بشكل غريب جدا 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 يعني فبالتالي الكلام عن السلبيات عند المسلمين مش ده وقتها يوسف شي بيقول ايه يوسف شي بيقول ايه على رشيد التوصي اما انت راجع من المغرب يجيبه جن يتأهله يجيبه جن يتأهله وما حصلش وانت بالحمد لله عام المباراة عالية ومباراة موفقة قال لك التوضيح بقى كابتن وقيل الجمع عشان هرد عليه قال ايه ليقدر يحقق ارقام افضل من اللي عملها مع المسلماني مع اي مدرب اخر لانه عنده ليبعنا مستوى الارقام كلها تحققت معادة دور واحد بس دور المسلم الماضي اللي فيه اخطاء من المسلماني واخطاء من الحكام تربص بالحكام يا كابتن وق ايه بقى خسر هو ايه خسر السوبر المصري مع تلاقي على الجيش بضرابات الترجيح ما احنا قبل كده الاهل خسر السوبر وانت موجود ايضا مع حرس الحدود وخسر الكاس وانت موجود ايضا فده المباريات الاقصائية دي بيبقى ليها اصرفها خاصة مع العيبة عندها حماس كبير جدا في مثل هزين المباريات ده الرد الاول قال لكن مش معنى كده ان اتمنى الاقل يخسر عشان مسماني يمشي مسماني يوفز ببطولة افريقيا المرة التالتة اتمنى ان يجد الطموحه مع فريق اخر طب هو انت وكيل مسماني يعني انت كابتن واقل هو انت وكيل مسماني عشان تفكر له ان يروح يجد الطموحه مع فرق اخرى ده رجل ماضي مسمين ماضي مسمين يعني ليه ما تقولش يكمل ويعالج بعض السلبيات اللي عنده لانه بعرف الفرق المنافسة اللي في افريقيا عارف الفرق المنافسة اللي في الدورة عارف الناس اللي عنده بتعمل ايه وبتسوي ايه وحاجات بالشكل ده فانت ما تقولش ايه لو فاس بالتالتة يمشي هنا مش حقك ليه بقى من منطلق قول سيدنا علي وليس كل ما انا اوانه حضر ايه تلها عاوز تقول كده وانت راجل نجم كبير يمكنك انك تقول كده بينك وبين الكابتن حسام غالي زميلك بينك وبين كابتنك الكابتن محمود الخطيب تلفت نظره تقوله لكن مش عالملأ وفي وقت الفرح ما يجيش واحد بتجوز وقوله والمؤخر اخباره ايه فقال بالفرح انت كده بتقوله كده المؤخر اخباره ايه هو حد يعمل كده كابتن وقل قالك وفاق ستف اخرج عملاق افريق والترج الاهل بيعرف يحترم منافسي بشكل جاي اه اخرج عملاق افريق بس الاهل برضو عملاق افريق عملاق افريق والاكسر فوزا بالبطولات عشر بطولات فاهم شيء موسيماني يزبط اموره مع الاهلي لان انا نستحق اداء احسن من كده الرجاء مش النسخة الافضل لكن موسيماني محسسنا من الاهل فريق صغير ده بقى كلام غلط ده كلام غلط الاهل عمره ما كان فريق صغير فيش فريق صغير بياخد تالت العالم موسيمين متتاليين بياخد بطولة افريقيا مرتين متتاليتين بياخد الصبر الافريقي مرتين متتاليتين هو ده اللي زعل الجمهور من حضرتك بكل ادب انا بحب الكابتن واي الاصل لكن هو قلع الملأ فا احنا كان برد عليه عالملأ قال عندنا لعبة كويسة اتنين منهم مواجمين قاعدين على الدك طيب يا كابتن واي طيب ايام جوزيه ما كانش بيقعد على الدكة ايام جوزيه ما كانش بيجيب صفقات ولا توفق وبتمشي في نهاية المسيم وكان بقوا احيانا الصفقات دون المستوى مش عايزين نقول اسامي عشان ما نغلطش في حد يعني ماشي ما كان في لعبة كتير قاعد على الدك انا مش بدافع عن موسيماني موسيماني له وعليه لكن انا بقول ان الكلام اللي قاله كابتن واي لما يعيد نشره مرة اخرى انت كده بتخلي بتقول كلام مش في وقته ولا مكانه لا وقته ولا مكانه ليه الفرقة كسبانة افطلت تتكلم عن الايجابيات افطلت كلام عن شخصية لعبة النادي الايالي اللي قدروا يطلعوا من مباراة زي دي بالتأهل ويرجعوا من المغرب بالتأهل ده موضوع مهم جدا 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 مش موضوع اه كده احنا احنا انتقدناه بعد مباراة زي قال لو ما فيش لعبة كويسة في الايال هقولك انا عاوز نتيجة بس لكن احنا عنده لعبة كويسة ولازم يكون اداء احسن من كده الايالي مش فريق ضعيف قدرت الايالي سكتة اه عشان موسيماني بيكسب بس طب ما هو المكسب ده ما هو ده الهدف ما هو ده الهدف ما هو ده الهدف يا كابت الشحات كان افضل لايه ابو خارج تغيير منعم عمل لغباط الشحات تغييرت الشحات غلط كل الان منتفقين فيه لكن هو خرجه عشان عصبيته دي وجهة نظر تحترق وخروج منعم غلط منعم اه تأكد بس ان التكييف شغال بتلعنزة منعم كان واخد انذار وعصبي فهو خاف عليه من الطارد فانت تلعب نقس واح برضو ده مبرر مقبول من مستر بيتسو موسيماني انا ما شفتش موسيماني طور اداء فردي للاعب من بداية تعاقده مع الاهلي مش عاوز الاهلي يقسل عشان موسيماني يمشي طبعا طيب انا بتفق معاك في اللي انت قلته انه ما طورش اداء بعض اللي عبين عن مستوى الفرد وفي لعيبة مستوى تراجع محمد شريف افشا حسين الشحات ما كانش جايب المستوى ده برسته وبدأ كويس وتراجع كده معاك معاك لكن مش ده الكلام مش ده توقيته يا كابتن واق زي ما قلتلك ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال انا اوانه الاوان مجاش وليس كل ما انا اوانه حضر اهله تيجي انت في وسط الفرحة وتقوم دار الكرسي في القلوب انت مفترض في يوم زي ده وانت نجمي من نجوم اللي جنبك يوسف شيبه عمال يشكك في فوز النادي الاهلي وراجع للمطش الاولاني لضربة الجزاء وانت قلت يعني انا مكنش اخي ببالي ما قلتش بين الشرطين على ضربة الجزاء قلت لات بعض المطش قلت لا اضربة الجزاء كان يجيب انتو عاد ماشي في نهاية المباراة كنت لها على الهواء لكن ده كنت مفترض تقولها بين الشرطين لكن في نفس الوقت مبقاش انا دايما بدور على البقعة السوداء وقولها وقول الكلام ده يعني انت لما عملت توضيح النهاردة اهو توضيح حضرتك ماشي ما كانش موفق ليه بقى اعمل فيديو واشرح اهو اسكت لان الجمهور زعل منك ليه لانك انت بتقول يعني معنى كلامك ان الراجل فاشل تب فاشل ازاي بياخد كل البطولات دي بيغلط اه بيغلط تب هل انت كنت بتدافع عن كروش وعمل اسوأ النتائج ليه لان زي ما كانت صادق عب حافظ قال اللي في الملعب غير اللي برا اللي في الملعب غير اللي برا اللي برا ايده في المياه البردة مش ايده في النار لكن انت ما انتشعرت ظروف لعبتك ايه وظروف ضغط المباريات ايه والدنيا ايه النهاردة عندك الثلاث فرق المصرية والدعوه نادي الزمالك المنافس الوحيد للنادي الاهلي على بطولة الدوري بيودع النهاردة برا اللي مصروف علي الملزانيات ضخمة بيودع وعنده مجموعة لعبين على اعلى مستوى وعلى افضل مستوى بيودع البطول عندك المصر النهاردة اشتغله فتوات بعض الصفار رغم انهو الفرقة اللي قباله فرقة مميزة ولعبة كورة وهو لعب كورة والحكم عادل الحكم عادل في المباراة هل انت النهاردة تقدر تكلم على الزمالك ما تقدرش تكلم على الزمالك رغم انك محلل مفترض انك انت محلل في بينسبورت تتكلم على كل الفرق ليه عشان عارف انك انتا لما تتكلم الراجل هي هي تطول على حضرتك ماشي فالكلام اللي قاله هاي الجمعة ماشي فيه نقاط صحيح لكن مش توقيته زي ما قلتلك قول سيدنا علي ليس كل ما يقارف يقال وليس كل ما يقال انا اوانه ما تجيش في قلب الفرحة وامر يحلل السلبيات ما شوف ايجابياته في اليوم ده لان جدا لما بتامر يحلل السلبيات الناس بتقولك بيحقد عليه ما بيعوز الاهل يقع كلام بالشكل ده وانت نجب كبير في النادي الاهلي امر مداه هيبقى تفكيرك ولا نيتك ولا نواياك بالمر ده كان الرد على الكابتن والجمعة وله كل الاحترام وكل التقديم